موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين إذن أصبح يوسف كالملك يحكم وإن كان هناك ملك يملك وبدأت السبع سنوات التي فيها خصب وغيث وزرع وحصاد وانتهت وبدأت السبع العجاف هذه المرحلة كلها تجاوزها الله عز وجل في القرآن وحدثنا كيف دخلت السنوات العجاف وكيف بدأ الناس يأمون مصر ليأخذوا الغذاء الذي وفره يوسف بحسن إدارته لمصر بلاده ولمن حولها فقال مباشرة وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون إخوة يوسف في فلسطين في الأرض التي تركوه في غيابة الجب على مشارفها لماذا جاءوا جواءوا؟ لأن السنين السبع العجاف بدأت وقل الغذاء فنفذ ما عندهم فلما نفذ ما عندهم جاءوا هل جاءوا في أول سنة؟ أكيد ليس في السنة الأولى ربما في السنة الثانية الثالثة الرابعة على حسب الغذاء الذي كانوا يدخرونه ثم نفذ فلما نفذ غذاءهم لم يعد لهم مفر من أن يذهبوا إلى أرض مصر التي فيها حاكم عادل استطاع بحسن إدارته أن يوفر الغذاء لأهل مصر ولمن حولها وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون الفاء في اللغة العربية هي حرف عطف تفيد الفورية ثم حرف عطف تفيد التراخي يعني لما أقول وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه أي مباشرة دخلوا عليه يعني يوسف كان يستقبل كل الناس لم يكن يضع على بوابه حجاب وحراس إذا أردت أن تقابله تجلس الأيام والساعات الطويلة حتى تدخل مع أنهم جاءوا غرباء من بلاد غير مصر استطاعوا الدخول إليه مباشرة شوف لو قال وجاء إخوة يوسف ثم دخلوا عليه إذن انتظروا فترة طويلة لكنه قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه أنت تقول دخل أحمد فمحمد يعني وراءه مباشرة أما إذا قلت دخل أحمد ثم محمد يعني يمكن بعد نصف ساعة ساعة فالفاء تفيد التعقيب الترتيب جاءوا فدخلوا والمباشرة ما في الزمان وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه كم كان متواضعا يقابل الوفد الغريب مباشرة فما بالك بأهل مصر لذلك أحبه أهل مصر وقلنا أن الفراعنة إكراما لعدل يوسف ومحبة شعب مصر له تركوا قومه بني إسرائيل فاستعبدوهم ولم يقتلوهم وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم مباشرة طبعا مباشرة ما موجودة في الآية فعرفهم وهم له منكرون وهذا أمر طبيعي لما تركهم يوسف بعد أن ألقوه في الجب كان أصغر واحد منهم عمره عشرين سنة الآن عمره أربعين وبين العشرين والأربعين لا يتغير كثيرا الإنسان لكن يوسف لما تركه كان عمره في روايات ما بين ثماني سنوات إلى اتنعشر سنة الآن أصبح عمره خمسة وثلاثين سنة هنا يتغير الإنسان كثيرا فحق له أن يعرفهم وحق لهم أن لا يعرفوه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون واختصر الله المشاهد وقال فورا ولما جهزهم بجهازهم أي طلبوا منه الغذاء فلبى طلبهم وملأ لهم أوعيتهم التي حملوها على الإبل ملأها بالحب بالقمح بالشعير بالمتطلبات التي يحتوجونها ولما جهزهم بجهازهم أي الذي يستحقونه أو الذي خصصه لهم عدلا كبقية الناس قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون السؤال الآن ألم يخش يوسف إذا قال لهم اتوني بأخ لكم من أبيكم أن يعرفوا من هو قال المفسرون أن إخوة يوسف كانوا لما أتوا إلى يوسف في هذه المرة كم كان عددهم عشرة لكنهم طلبوا من يوسف أحد عشرة زادا وأخبروه هم أن لهم أخ من أبيهم بقي في الشام ولا يستطيع أبوه أن يرسله لحبه له فأعطنا مؤونة لنا وله ولأمنا ولأبينا يعني طلبوا كم مؤونة ثلاثة عشر حصة لكنهم أتوا كم عشرة سيدنا يوسف لا يريد لا العجوز ولا العجوز حاليا لا يريد الأب ولا الأم لكنه أظهر أنه لم يصدقهم كثيرا بأن لهم أخا وأوهمهم أني أشك أنكم تأخذون حصة زائدة لأنفسكم لذلك قال لهم ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم أريد أن أراه بنفسي في المرة القادمة أنا الآن سأعطيكم أنا الآن سأعطيكم لكن في المرة الثانية لا بد أن تأتوني معناه المدة طويلة وسيأتون مرة أخرى الجفاف طويل وهذه الحصة ستنفذ ويضطرون للمجيء لأخذ غيرها اتوني في المرة القادمة بأخ لكم من أبيكم أنا لن أعطي غائبا إلا للشيخ العجوز الذي لا يستطيع السفر ألا ترون أني أوفي الكيل أنا أعطيتكم إدعش أو تلتعش مثل ما أنتم طلبتوا أوفي الكيل أنا ما أعطيتكم إطلاقا وأنا خير المنزلين يعني رأيتم إكرامي لكم في فترة ضيافتكم عندي كلمة أنا خير المنزلين أسألكم بالله من قالها؟ يوسف يعني نبي بن نبي هل يقول خطأ أو معصية؟ ما استثنى ما قال أنا خير المنزلين إلا الله لأن المعروف من سياق الحديث أنا خير المنزلين من البشر الحاضرين بعض الناس يقول أنا خير من وطئ السرة يعني ممن هم أمثالي ما تحتاج إلى تفسير ما يحتاج يأتي واحد ويقول له كفرد الأنبياء خير من وطئ السرة لك يا أخي الله يرضى عليك طول بالك التكفير والتسرع في التكفير هذا ليس من صفات المؤمن العالم طالما أن الموضوع له تأويل فلا تكفير هذا يوسف عليه السلام قال وأنا خير المنزلين ما رد الله عليه قوله وقال له لا ينبغي لك أن تقول هذا إذن هذا مفهوم وأنا خير من يضيف في هذه البلاد رأيتم إكرامي وأني أوفي الكيل فإن لم تأتوني به أي في المرة القادمة فلا كيل لكم عندي ولا تقربون لن أعطيكم أي حصة ولا تأتوني أصلا حزم يريد أن يرى أخاه بشدة اشتاق إليه ويريد أن يوقع إخوته في لعبة بسيطة يعني مش مكيدة هي مكيدة والكيد يكون في الخير ويكون في الشار والله قال وكذلك كيدنا ليوسف كيدنا كيد لكن كيد حسن ردا على كيدهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عندما تعي فأكله الزئب هذا كيد وهذا كيد مقابل كيد لكن هذا جزاء وذاك افتراء في فرق قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ما استغربوا ليش عم يسألون عن أخ لكم من أبيكم معناه تهنى اللي خبروه إذن هذه الرواية تبع القرطبي إنهم طلبوا ثلاثة عشر حصة عشرهم والأب والأم وأخ موجود هناك صدقهم في الأب والأم لابد لكل أبناء من أب وأم لكن شكك في وجود الأخ البركة أنتوا عشرة شو أنتوا كم واحد يجيبوا جيبوا توني به قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون والله نتيجة الإكرام اللي أكرمتنا به وأحسنت إلينا والله سنلبي طلب قدر إمكاننا لأن القرار مو بإيدنا القرار بإيد الأب قالوا سنراود أي سنطلبه برفق وراودته التي هو في بيتها الطلب برفق سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذن قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون هم أتوا ببضاعة متوفرة عندهم من غير الطعام جلود تبع الماشية مدبوغة جميلة بعض أنواع الزيوت المتوفرة في بلاد الشام وغير متوفرة في مصر قال فيوسف رفض أن يأخذها قال ارجعوها إليهم أعطاهم المؤونة وأعطاهم البضاعة التي جاءوا يقايضون بها المؤونة لأنه يعلم أن أباه نبي والنبي لا يقبل أن يأكل الحرام أنا أرسلتكم لتأتوا بالميرة بالطعام والمؤونة مقابل هذه البضاعة لما رأى المؤونة والبضاعة مع تلابد أن نرجع البضاعة إلى أهلها فسيرجعون وقد نبهتهم أن لا يرجعوا إلا مع أخ لهم من أبيهم فسيعودون سريعا مع أخ لهم من أبيهم لأن يعلم أن يعقوب لا يرضى أن يأكل حراما شوف الحكمة فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل أي في المرة القادمة فأرسل معنا أخانا في المرة القادمة نكتل أي نأخذ كيلنا المخصص لنا بعض الحمقى قال أنا أعرف ما معنى أو ما اسم أخ يوسف قال ما اسمه قال اسمه نكتل هم قالوا أرسل معنا أخانا نكتل يا حبيبي هاي نكتل مش اسم أخون نكتل أي نحصل على كيلنا المخصص لنا مثل ما أحدهم قال أنا أعرف اسم أخت موسى شو اسم أخت موسى وقالت لأخته قصيه لقصيه يعني تبعي أثره مش قصي اسم الأخت لكن سبحان الله يعني في تلاوة القرآن عندما يفهم الإنسان على غير قواعد الفهم يأتي بالعجائب أحد اللطفاء قال أتعلمون أن الموز باللغة الإنجليزية مذكور في القرآن يا رجل القرآن عربي كيف الموز قال ألم يقول الله تعالى بل قادرين على أن نسوي بنانة والبنانة في الإنجليزي الموز لا إله إلا الله يعني هؤلاء إما حمقى يتعالمون وإما أنهم يتلاعبون والتلاعب في القرآن غير جائز نحن ننقله لنبين لنبين خطأه هذا القرآن وإنه لكتاب عزيز ما يتلاعب ما يتلاعب به أحد الطلبة في كلية في كلية شرعية في إحدى البلاد الإسلامية كان مقرر عليهم حفظ ثورة ياسين وهو أول مرة يقرأ القرآن لما دخل إلى كلية الشريعة في ذلك العام فلما جاء يسمعها للشيخ قال له ابدأ يا ولدي قال بسم الله الرحمن الرحيم يس والقرآن الكريم قال له الشيخ نو وإنك لمن الراسبين او من قلع من وشي روح اتعلم القرآن بعدين تعال تعال احكي الرجل فكر ياسين أنها تقرأ ايش يس يعني نعم باللغة الإنجليزية للأسف هذا يدل على مدى جهل كثير من أبناء المسلمين في قراءة ما لا ينبغي الجهل به من القرآن الكريم شيء عجيب المهم فأرسل معنا أخانا أي من أجل أن نقتل مش اسمه نقتل وإنا له لحافظون شوف كلمة وإنا له لحافظون امتى آلوا آلوا وأتأخذوا يوسف أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون فأبوها نتذكر ضغري هذا الوعد أنا سمعته من قبل ورأيت كيف أنكم حفظتم وعدكم قلتم لي سابقا عن يوسف وإنا له لحافظون فضيعتموه وحرمتموني إياه والآن تقولون لي أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون فقال لهم قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل أتظنون أني أحمق أقع في المطب أو الجور الواحد مرتين هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين إلى الآن مصمم على أن لا يرسله لكنه قال القول العجيب القول الغريب الذي حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نقوله على كل شيء نخشى عليه الضيعة يعني ودعت ابنك يريد أن يسافر إلى بلد للدراسة أو العمل بعد أن تقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك زودك الله التقوى ويسر لك الخير حيث كان وغفر لك قل فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين أنا لم أعد معك لأحميك لأحوطك حتى لو كنت معك أنا لا أستطيع أن أحميك وأحفظك كما يحفظك الله فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين هنا كأنك أدخلته في حماية الله وحفظه ورحمته فالله شوف على هالعبارة الرائعة فالله خيرا حافظا وهو أرحم الراحمين قال ولما فتحوا متاعهم بدني نزل المونة وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذا دليل أننا صادقين في طلبنا ليس نحن لطلبنا أخونا لطلبوا حاكم مصر هذه بضاعتنا ردت إلينا رفض أن يأخذ مننا البضاعة لإصراره أن نأتي بأخ لنا من أبينا فاجعله يذهب معنا نمير أهلنا من جيب بضاعة جديدة ونحفظ أخانا وعد ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير هلأ كلمة ونزداد كيل بعير في رواية أن يوسف لم يعطهم إلا إثني عشر حصة لكنه رد البضاعة وقال إن جئتموني بأخ لكم من أبيكم بعطيكم لذلك عم يقول له نمير أهلنا من جيب حصة تانية لأنه ما هي ضيعنا هذه المسافة بين الشام ومصر مجانا سيعطينا حصة ونمير أهلنا أي نأتي لهم بالميرة بالمونة بالطعام ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير أي الحصول عليه يسير جدا فقط أرسل أخانا بالنسبة لكم يسير لكن بالنسبة ليعقوب سقيل على نفسه ليس يسير كيف يتخلى عن ابنه الثاني المحبوب بعد أن أفقدتموه أنتم ابنه الأول يوسف قال لن أرسله معكم ولن تفيد التأبيد ما لم يأتي بعدها استثناء تفيد التأبيد قال لن أرسله معكم حتى يعني إلا أن حتى تؤتوني موسقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أنا لن أرسله معكم حتى تقسم لي أغلظ الأيمان أنكم ستحافظون عليه وستردوه إليه ولكن يعقوب نبي يعلم أن القدر ليس في أيديهم بيد الله فقال إلا أن يحاط بكم يعني إلا أن تتعرضوا لمكيدة أو لأمر مهول يجعلكم لا تستطيعوا العودة به قال وهذه سنة الأنبياء لا يشددون على الناس حتى يوقعوهم في الحرج أبدا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع الناس على السمع والطاعة هو يقول لهم قولوا فيما نستطيع هو يعلمهم نبايعك على السمع والطاعة قولوا فيما استطعنا وهنا يعقوب قال حتى تؤتوني موسقا من الله يعني عهد أيمان مغلظة لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موسقهم قال الله على ما نقول وكيل شهدت الله على هذا الذي تم بيننا وسأحاسبكم بين يدي الله إن فردتم بهذا اليمين ثم أوصاهم بوصية عجيبة وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون بالمرة الأولى ذهبوا إلى مصر عددهم كان كم عشرة الآن سيذهبون إلى مصر إدعش وهم في قمة شبابهم وعدد كبير وأبناء رجل واحد فخاف عليهم يعقوب من العين والحسد ولأن ضعاف النفوس والمتجبرين يعمدون إلى أفضل ما يرون ليذلوه ويقهروه فربما يكون اجتماعكم استفزاز للمتجبرين أن يقضوا عليكم أو لأصحاب العين أن يصيبوكم بالعين أو للحسدين أن يحسدوكم فقال وقال يا بنية لا تدخلوا من باب واحد تدخلوا كده إذا عشر أحد عشر شابا كالنجوم من باب واحد خشية عليهم وادخلوا من أبواب متفرقة معنى ذلك أن مصر القديمة في ذلك العصر كان لها ثور يحيط بها فتوزعوا على الأبواب كل ثلاثة يفوتوا من باب ثلاثة 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 صاروا إدعش لا تدخلوا من باب واحد إلى مصر إلى بلد هذا الحاكم وادخلوا من أبواب متفرقة هنا يثبت الله أن مصر القديمة في ذلك الوقت كانت محاطة بسور كامل وما أغني عنكم من الله من شيء شوفوا أنا أمرتكم تتخذوا الأسباب والقضاء سيقع سيقع ما يغني حذرون من قدر ولكن علينا أن نتخذ الأسباب إن الحكم إلا لله وبعد اتخاذ الأسباب نتوكل عليه وعليه فليتوكل المتوكلون وهنا يعلمنا القرآن أن نتخذ الأسباب ولكن لا نتوكل إلا على الله يعني أنا مردت أذهب إلى الطبيب ولكن لا أعتقد أن الطبيب هو الشافي وأبحث عن الطبيب المتميز المتقن العالم المختص هذا سبب يكتب لي الطبيب الدواء أذهب إلى الصيدلية أشتري الدواء ولكن هذا أيضا سبب ولكن لا أعتقد أن الشافي إلا الله إذن هذا هو الجمع بين السبب وبين التوكل قال يا رسول الله أرسله وأتوكل أم أعقله وتوكل قال أعقله وتوكل يعني اتخذ الأسباب أن لا يند البعير اربطه وتوكل على الله أن لا يسرقه أحد بعد العقل لكن أن تعقله ولا تتوكل على الله هنا تعتمد على السبب فيكلك الله إليه ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يوم حنين أعجبهم كثرتهم لن نغلب عن قلة نقص توكلهم على الله فوكلهم الله إلى أعدادهم فهزموا ثم أنزل الله سكينته على رسوله وقلب الهزيم إلى نصر بسلة قليلة يوم بدر كنتم تتوكلون على الله توكل كامل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذل أي يعني قلة لكن كنتم أخذتم الأسباب وتوكلتم على الله فنصركم إذن التوكل الحقيقي أن تأخذ الأسباب لكن لا تتوكل إلا على الله قلبك معلق بالله أنه هو الشافي ما تقول ولا يا أخي ذهبت إلى طبيب مختص ببريطانيا ومعه بورد أمريكي خلاص أنا معناته شفيت شفيت والله ربما يكون موتك على يدي لأنه ربما يخطئ أنت تذهب إلى الطبيب المختص لكن تقول يا رب ذهبت إليه لأنك أمرتني باتخاذ الأسباب ولكني أعتقد أن الشافي هو أنت فشفني بشفائك يا سلام هذا الذي يجمع لنا الإسلام أسباب وتوكل التوكل محله القلب الأسباب تعالجها بجواريك لكن توكلك وين فهذا لا يعلمه إلا الله وكم من إنسان اتخذ أروع الأسباب ثم حصلت أسوأ النتائج إذن ربما لنقص توكله على الله ويوم حنين وكم من إنسان اتخذ الأسباب البسيطة التي يستطيع عليها وحصل على أفضل النتائج ما في إنسان بدأ تجارته بمئة جنيه أصبح مليونير بدأ بأسباب بسيطة جدا أصبح مليونير وليس هناك أناس بدأوا بالملايين وخسروها وأصبحوا فقراء أنت تتخذ الأسباب لكن لا تتوكل إلا على رب الأسباب ورب الأرض والسماء على الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون وفي هذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والفاتحة اشتركوا في القناة